طيب الصفقة الأولى للأهلي في الانتقالات الحالية ولن تكون الأخيرة لأنه برضو هارجع أأكد تاني النادي الأهلي بيشتغل في هدوء النادي الأهلي بيشتغل في هدوء والتوقيت اللي طلع فيه البعض تكلم على أن صفقة إمام عشور وإحنا مكناش عايزين نتكلم بشكل رسمي لغاية لما الأهلي يعلم بس كان الكلام اللي بيتقال لازم بقى أنه رد دلوقتي اللعيب عنده أصابة اللعيب ممكن يغيب ثلاث شهور الأهلي بيفكر في التراجع عن الصفقة أصل الأهلي ابتدى يتراجع في اللحظات الأخيرة وممكن ما يعلنش عن الصفقة يا راجل يا مؤمن حتة اللي صباح أتكلم عليها بس الأهلي يتراجع عن الصفقة إزاي وهو بيصور وبيستعد للبرومو من يوم مباراة الزمالك يعني ركز كده في التفاصيل اللي ما بينه السطور البرومو لما تعرض وشفنا الانترو والبداية ودخلة إمام عشور أو الدبلير اللي قدت دور في هذا الفيديو كان فين في استاد القاهرة إمام عشور أهلاوي شفتوا البداية وشفتوا الفيديو المتعلق بيه تقديم أول صفقات الآلة في المريكاتو الصيفي إمام عشور منين من استاد القاهرة؟ المباراة كانت بلها ديه؟ بلها ست سبعة أيام ده التوقيت اللي كان الكل بيتكلم فيه عن بعض الأخبار اللي كان الهدف منها إنهم يشككوا جماهير الأهلي في إدارة النادي الأهلي أنا بقول لكم كده إيه؟ بصريح العبارة كان الهدف منها تشكيك جماهير الأهلي في إدارة النادي الأهلي بس على أرض الواقع ما كانش فيه حاجة تغيرت طالما الأهلي خاد قرار بيكمل في قراره لغاية النهاية ما بيرجعش ودي مش أول أو مش آخر صفقة خلال الفترة اللي جاي أي أن كان مين المنافق أو أي أن كان مين اللاعب طالما أنت عايز لاعب والمدير الفني طلبه وفي احتياجاتك ومتاح ليك هتجيبه حتى لو فين هتجيبه مصلحة الأهلي عايزة كده مصلحة النادي عايزة كده مصلحة الفريق عايزة كده ولكن الميكينج والتصوير والكلام ده كان في مباراة الأهلي والزمالك يعني ما كانش فيه أي تراجع والتوقيت اللي تلع فيه خبر إصابة إمام عشور وهو خبر أصلا غير صحيح لأن الإصابة دي كانت من شهر إبريل وإمام حاليا حتى في الفترات الأخيرة جاهز إن شاء الله أول ما يرجع ويخش في التدريبات أول ما كولر والكابتن سارد الحفيز يبلغوه بالانضمام الرسمي لأن الفترة اللي جاية أكيد هيكون فيه راحة سلبية للفريق فيبقى فيه تعامل مع اللاعبين الجدد إمتى ينضموا للتدريبات إمتى يبدأوا البرنامج التأهيل عشان لما يخشوا للتدريبات الجماعية كل ده يتحدث خلال الفترة اللي جاية ولكن كل الكلمة قال على الإصابات كله كان كلام غلط ترجمة نانسي قنقر